تحب إنها تروح تعملي خير فينا؟ أنا حب أروح دار مسنين لأنه أنا روحت قبل كده يعني بشوف أطفال كتير ومستشفيات وحاجات زي كده بس المسنين دول يعني أبهاتنا وأمهاتنا وجدودنا وجداتنا ويعني مهم إن إحنا نبقى معاهم ويحسوا بوجودنا معاهم يعني ودي مرحلة كلنا حنوصل لها أكيد فكلنا بنفكر فيها ونفسنا يبقى فيه ناس بتحبنا وبتفكر فينا في المرحلة دي بتخافي من العجز؟ أكيد والمرض؟ المرض أكتر كمان يعني العجز من غير مرض الحمد لله بيكون يعني يعني الواحد مسك نفسه يعني أنت متسامحة مع الزمن؟ أم متسامحة مع الزمن؟ أنا يعني أنا رفض أن أنا أكبر وعجز أنا حفض الصغير لا والله أنا حلمي ببساطة يعني أن أنا أكون سعيدة في حياتي بس كده والسعادة دي طبعاً بتحقق بحاجات كتير يعني مش حاجات كتير ولا حاجات بسيطة بس الحمد لله يعني هل المادة تساعدك؟ الفلوس تساعدك؟ مش أكتر حاجة بساعدني لأ يعني هي جزء بسيطة وأنا مش عايزة أقول كده كتير لأن في ناس بيقولك لا ده لا والله لا والله مش هي السعادة طبعاً إنه الواحد يكون مرتاح الحمد لله دي حاجة مهمة وبرضو من مصادر السعادة لكن هي مش السعادة كلها خالص في حاجات تانية يعني أنت من نوع اللي يحب يشتري مثلاً دهب وألماظ وحاجات زي كده؟ بحبها يعني والحمد لله إن أنا يعني وبلبس اللي أنا نفسي فيه ومش لازم يكون عندي يعني كتير قوي مش دي سعادة أكلها تحب تحب تأكلها في حاجات بحبها أكتر تزيد الشارع تأكل أكل في الشارع آه أحب الأكل أكتر تحب تأكل إيه في الشارع من الألماظ تخيل بقى لا يعني بحب الأكلات الحلوة مش أي أكله خلص عربية فول أنا مش تفاصح في الأكل عربية كشري حاجات زي كده ساعات الحاجات دي ساعات مش كتير بس بحب أروح المطعم الحلوة يعني حتى لما بسافر بروح أحب أروح مطعم حلوة عندها أكل مميز أحب اللبس يعني شفات حلو أحب اللبس آه هل أنت من ناس اللي ممكن تبقى عندها شراها في الشارع وحاجات زي كده ولا اللي حدود يعني آه يعني بحب الشارع وبحب الحاجات كلها بس بحدود مش يعني بيتحويشي كويس يعني يعني من نوع لم يغلطي احترف بغلطه اه معظم الوقت اعترف بس خفت اللي اعتذار بموجودة عندك اه موجودة عندي بس بزهق شوية بقى من الناس اللي هي عتاب على طول ومهما اعتذار خلاص بقى يعني فإنما لو أنا مقتنعنا غلطانة باعتذر لكن لازم تبقى الاعتذار بقى على طول بقى بتغلبنيش بقى النقطة ضعفة كيه اه مش عارف مش هقولها بقى عشان محدش يبقى عارف نقطة ضعفة مصدر شعارك بالامان مصدره ايه اه ربنا سبحانه وتعالى بتخفي من ايه اه بخاف يعني من يعني من المرضى اتمنى انه صحتي تكون كويسة لانه دي يعني اول حاجة اهم حاجة عند الانسان بتهربي من ايه بهرب من ايه بهرب من المشاكل يعني ما بحبش المشاكل والصراعات يعني بحب يعيش في سلام نفسي كده يعني دورة انا سعيج جداً كنت معنا على فكرة عندك موهبة غير التقديم ممكن كان تكون دكتور نفسي يعني والله العظيم بحاول اكيد مع اصحابك واصدقائكم كده بس انا ببقى كده مع الناس اللي انا يعني بحبهم وبحس ان هم كمان عارفين ان انا بحبهم ومعنديش هدف من حواري معهم غير ان انا نسمع بعض ونفطفض مع بعض صح ده هاي في سؤال انا مسئلتوش في الحلقة دي لا في حاجة كده نفسك تقوليها لا تقريباً كل حاجة اتكلمنا فيه طبعاً يعني لسه مرة جاي نتكلم في حاجات تانية كمان قبل ما نسيبك عايزة عارفك في كلمتين دورة هي مين انت مين دورة